أخبار لي عندنا أيضا تقول أن عناصر أجهزات المخابرات أوصت شنغريحة وأوصت تبهون بأن الانتخابات التشريعية خطر كبير على النظام وأنها لن تتم وأنها إذا تمت ستكون أسوأ من استفتاء الدستور وأنه من الأفضل تأخيرها لكن شنغريحة وجنغريحة والجنرالات اللي بالقرب من تبهون مشيين في الموضوع طبعا تبهون لا يسوي شيء ولا يملك شيء ولا يحكم شيء أعطي له شوية انطباع هكذا بأنه رئيس دولة وأنه رئيس لكن الواقع هو قرار الجنرالات إذن بعض جنرالات المخابرات قالوا لهم الحقيقة المخابرات رعا في التفاصيل أكثر من أي جهة أخرى مخابرات الإرهابية هذه قالوا لهم بأن هذه الانتخابات التشريعية لن تتم وأنها ستشهد تصعيد ستؤدي إلى تصعيد غير مسبوق يضع النظام كله في خطر خطر الانهيار الشامل لكن شنغريحة وتبون ونتيجة أيضا الزبائن تاحهم الكليون تاحهم تاح الأحزاب ماشيين بالأحزاب هاو الارسي دي أعلن اليوم أنه لن يشارك من قبل كانت أعليزة لويزة حنون أنه لن تشارك الحقيقة هذه الإعنانات هي فقط لأنهم شافوا الشارع هل كانت نيتهم ممكن محسن بالعباس ممكن هل كانت نيته محسن بالعباس معارض حقيقي للعصابة للأسف الجهة الأخرى داخل الارسي دي رأيتكسر فيه ليقودها سعيد سعدي كالعادة سعيد سعدي وأدوار القادرة لا تنتهي أبدا لويزة حنون عارفة أيضا ما يتم وارتباطاتها بجمع التوفيق رأي عارفة التفاصيل رأي عارفة التفاصيل وإن كان هما هذه الوزحنون لا تسوي شيء في ميزان الجزائريين لكن مع ذلك رأي عارفة التفاصيل فلكن الأحزاب الأخرى اللي خلاص غرقت غرقت مع العصابة هذه وعارفة أن سقوط العصابة يؤدي لسقوطها نهائيا ونتكلموش على المناضلين كاي المناضلين كثير في هذه الأحزاب اللي هما جزائريين ومعندهم مش مشكلة يعني لكن تكلموا على رؤوس الأحزاب هذه غرقت مع العصابة وعندها ملفات سوداء وعارفين أن ذلك يفتح عليهم ملفات أقل شيء يفتح عليهم ملف ألا شتدوا في ربعين مليون ألا شتدوا في ربعين مليون للشهر بدون مقابل لماذا؟ هذا رقم تاكلوا في الفتات تاكلوا في السحط تاكلوا في الجرائم شعب كاي اللي مش لاقيه وش ياكل مش لاقي دخل ما عنده الشغل حتى اللي عنده دخل ما يقدرش حتيش بالدراهم والدينار وانتم ما تدو في ربعين مليون هم عارفين أن أقل شيء آخر شيء هي هذه وهذه في حد ذات تخلي الشعب يكرههم كرهية شديدة بعد ما تفجر هذا الموضوع تعرب عين مليون اللي هم يدوها ما يسمى به النواب السابقين أو سيناتورات سابقين أو إلى آخر